أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نيب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية أن المشاريع الاستراتيجية التي سوف تشهد المملكة إنجازها خلال السنوات المقبلة بقيمة تتجاوز 32 مليار دولار لها دور كبير في تواصل النمو في الاقتصاد البحريني بالاعتماد على مبادرات التنويع الاقتصادي والتنامي الملموس للقطاعات غير النفطية وأشار سموه إلى الاهتمام الذي يحظى به دعم مبادرات التنويع الاقتصادي وترسيخ المقاومات التي بني عليها اقتصاد المملكة والتي أمنت له قدرته على التعامل الفاعل مع التحديات الاقتصادية العابرة وأكد سموه لدى ترأس اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية بقصر فاعل يوم على ضرورة المرحلة الحالية من تواصل عمل الجهات الحكومية المعنية على تنفيذ الاستراتيجيات الاقتصادية التي تمت سياغتها بالتكامل بين الحكومة الموقرة ومجلس التنمية الاقتصادية وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس النواب في إطار برنامج عمل الحكومة وقال سموه إن تنفيذ الاستراتيجيات الاقتصادية كما هو مخطط لها وباستمرار التعاون والتنسيق اللازم سيضمن الدعم اللازم للمشاريع التي تنفذها المملكة بما يصب في تحقيق هدف رفع المستوى المعيشي للمواطنين عبر خلق الفرص النوعية ذات القيمة المضافة في مختلف القطاعات الحيوية تواصلا لمسار برامج التطوير الاقتصادي وأضاف السموه أنه من الهام أن يتم العمل على استمرار في تطوير منظومة القوانين التي تعزز نمو مختلف الأنشطة الاستثمارية والريادية وتوفر لها المزيد من الضمانات والمميزات مما يهدف إلى تدعيم الأهداف التي تصب فيها الاستراتيجيات الاقتصادية في المملكة وتنفذ مملكة البحرين برنامجا متكاملا من المبادرات الاقتصادية والبنيوية من أجل ضمان تحقيق النمو بعيد المدى ويقام هذا البرنامج على ثلاث أسس وهي ضبط الإنفاق الحكومي إعادة توجيه الدعم للمواطن وسلسلة من الخطوات والإجراءات ومشاريع البنية التحتية تتجاوز قيمتها الـ 32 مليار دولار من شأنها تعزيز نمو مستويات الأنشطة الاستثمارية وخلال الاجتماع قدم السيد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية عرضا لإنجازات المجلس خلال العام الجاري 2015 وخطته التشغيلية للعام 2016 والقطاعات الاقتصادية التي سيركز عليها المجلس خلال الفترة القادمة وتناول عرض الرميحي جهود المجلس في الترويج لاقتصاد البحرين في أهم الأسواق المستهدفة كجمهورية الصين الشعبية جمهورية ألمانيا الاتحادية والتي نتج عنها توقيع اتفاقات ثنائية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مملكة البحرين وشركائها التجاريين واستقطاب الاستثمارات العالمية إلى المملكة بهدف خلق الفرص أمام القطاع الخاص البحريني وتأمين فرص وظيفية نوعية للمواطنين ونوه الرميحي إلى أن أثر برنامج التنويع الاقتصادي يتضح في تنامي القطاعات غير النفطية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد فمساهمت قطاعات الخدمات المالية والتصنيع والإنشاء فاقت مساهمة القطاع النفطي في الناتج الإجمالي المحلي خلال السنوات القليلة الماضية والذي أصبح لا يتعدى 20% ويتوقع أن يحقق اقتصاد البحرين نموا يبلغ 3.6% خلال العام الجاري وقال الرميحي أنه وفقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية بضرورة التنويع الاقتصادي قام المجلس بوضع الخطة التشغيلية للعام 2016 تضمنت أهدافها الاستراتيجية زيادة الاستثمارات التي تستقطبها المملكة مع التركيز على الأسواق المجاورة والإقليمية إلى جانب الترويج في الأسواق العالمية المستهدفة وسيركز المجلس على أربعة قطاعات اقتصادية في خطته القادمة وهي قطاع التصنيع والمواصلات والخدمات اللوجستية وتطوير القطاع السياحي وقطاع الخدمات المالية وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال اشتركوا في القناة